فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب وهذا فيه نظر فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور نعم لا شك أن شهادة الزور نوع من الزور لكن ليست هي المقصود في هذه الآية بدليل أن الله قال لا يشهدون الزور بدون باء فلو قال لا يشهدون بالزور لكان المراد شهادة الزور وأما قوله لا يشهدون الزور بدون الباء فهذا معناه الحضور لا يشهدون يعني لا يحضرون الزور وأولى ذلك عيد الكفار لا يحضرونه في يومه وفي زمنه وفي مكانه قال والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهود هو الحضور وكما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصمه يعني من حضر غير مسافر وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة يعني من الغنيمة يعني مما يغنمه المسلمون في الجهاد من أموال الكفار لمن تكون لمن شهد الوقعة يعني لمن حضرها وشارك فيها أما من لم يحضرها ولم يشارك فيها فليس له منها شيء قال وهذا كثير في كلامهم وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به نعم شهدت بكذا معناه أخبرت به لأن الشهادة التي هي الإخبار تكون بالباء شهدت بكذا ما تقول شهدت كذا تقول شهدت كذا يعني حضرته وشهدت بكذا يعني أخبرت به ففيه فرق بين التعبيرين